نكمل في القسم الثالث من هذا الدرس والتكاملات باستخدام الأصداف الأسطوانية لكن هذه التمارين طلب مني استخدام الطريقة الأفضل من ممكن استخدام الأصداف الأسطوانية أو لحلقات والشرائح فلدينا في السؤال السابع عشر التمثيل البياني وهو هي منطقة محصورة بين المستقيم 4-X دالة خطية وأيضاً Y يساوي العدد 4 خط أفقي عند العدد 4 هذا هي ولدينا Y يساوي X Y يساوي X مستقيم يمر بالنقطة 0 0 وميله 1 المنطقة المحصولة بين هذه الثلاثة مستقيمات هي المثلث الذي في الأعلى هذا المثلث فهذه هي المنطقة التي سنقوم بإنشاء المجسم من خلالها وللتذكير بشكل سريع الشرائح السوانية كانت القاعد 2 باي RH أما الشرائح والحلقات كانت باي في RS2 أو في بعض الأحيان باي في RS2 ناقص RS2 نصف القطر الخارجي ناقص نصف القطر الداخلي طبعا هذا إذا كان يوجد لدينا فراغ في المجسم في هذا السؤال الأول أراد مني الدوران حول المحور X ولاحظ هنا لدينا فراغ بين المجسم بالأصفر والمحور X فلذلك سأستخدم الأصداف السطوانية أسهل 2 باي RH لكن بما أنه الدوران على المحور X دوران أفقي فالتكامل يكون دي واي نحتاج نصف القطر والأتفاع بما أن التكامل هو دي واي في الأتفاع الآن أفقي ليس رأسي هذا الأتفاع المسافة بين الدالة الأولى وهي واي والدالة الثانية وهي لو عكسناها 4 ناقص واي فيكون واي ناقص الدالة الثانية واي ناقص 4 زائد واي تعكس إشارتها أما نصف القطر الخاص بها الدوران هو على المحور X فالمسافة من X لهذه الدالة هي Y ناقص صفر Y ناقص صفر هذه هي المسافة دائما نأخذ Y ونطرح العدد لكن العدد صفر فإذا فقط Y بشكل مباشر سأكتب النتيجة هي 80 باي على 3 طبعا تحتاج استخدام خاصية التوزيع بعد ذلك التكامل أنتقل إلى القسم B من السؤال والآن الدوران حول محور Y أيضا بهذه الطريقة سأستخدم الأصداف الأستوانية ولذلك أحتاج للأدفاع ونصف القطر لكن قبل أن أكمل السؤال السابق حدود التكامل أنا لم أكتبها هنا بالضبط هي من العدد 2 إلى العدد 4 طبعا واضح الحد الأعلى هو 4 الحد الذي في الأسفل هو 2 عندما نقوم بحل المعادلتين الآن كما ذكرت السؤال B دوران حول Y يحتاج إلى الارتفاع ونصف القطر فيكون التكامل DX فالارتفاع رأسي ونصف القطر أفقي لكن النصف القطر واضح هو X ناقص الصفر X ناقص صفر من اليمين إلى اليسار نقطة X ناقص المحور الدوران وهو صفر لكن الارتفاع الارتفاع كما ذكرنا سيكون رأسي وانتبهونا إلى هذا الرسم الارتفاع لن يكون ثابت فهناك حدي سيكون للتكامل التكامل هو من الصفر إلى الأربعة في هذا السؤال هو من الصفر إلى الأربعة لكن من الصفر إلى الاثنان الارتفاع هو فقط للدالة Y تساوي 4 ناقص X أما الأرتفاع في المثلث الثاني في القسم الثاني هو من الدالة من العدد 4 إلى الدالة y تساوي x مرة ثانية من الصفة إلى الاثنان هذا القسم الأرتفاع هذا هو من العدد 4 إلى y تساوي 4 ناقص x فإذا 4 ناقص x وبما أنها سالب فتصبح 4 زائد x والأرتفاع في هذا الجزء في هذا المثلث هو 4 ناقص هذه الدالة وهذه الدالة فقط هي x فالإذن التكامل سيحسب على قسمين أو على جزئين 2π لدينا حدي تكامل من الصفر إلى الاثنان نصف القطر هو نفسه x-0 x- محور الدوران والارتفاع أيضاً x لأنها 4-4z التكامل الثاني من 2 إلى 4 نصف القطر أيضاً x لكن الارتفاع كما ذكرنا 4-x أيضاً هذا التكامل بسيط قم بتبسيط التكامل فمثلاً هنا لدينا x-3 على 3 يصبح بعد ذلك x في الأربعة هي أربعة x وتكاملها أربعة x-2 على 2 وx في x هي x-2 فتكون x-3 على 3 لكن حدي التكامل يختلف عوض بشكل صحيح واجرب بالطويض الناتج 16-40 القسم الثالث C الدوران سيكون على المحور x يساوي أربعة وهذا دوران رأسي هي نفس رسمها سأعيد رسمها بشكل سريع وهذه هي المنطقة ونفس حدود التكامل لكن هنا الدوران على x يساوي أربعة في هذه المحالة مثلاً سأستخدم طريقة الحلقات والشرائح وهي باي في نصف القطر S2 إذا كان لدينا قطر واحد لكن هنا بما أنه لدينا من محور الدوران x يساوي أربعة إلا هذا المثلث هناك منطقة فارغة فسأستخدم نصفي قطر نصف القطر الخارج ناقص نصف القطر الداخلي وهذا تكامل أو هذا دوران رأسي لكن بطريقة الشرائح والحلقات أستخدم d y فالتكامل هو من الاثنان إلى الأربعة نصف القطر الأول لاحظوا المسافة من عند العدد أربعة إلى الدالة التي لدي ما هي الدالة التي لدي البعيدة هي هذه الدالة لاحظوا هي أربعة ناقص x لكن بما أنه d y فتكتب أربعة ناقص y فأربعة ناقص أربعة ناقص y فتصبح ساعد y انتبه لي إشارة السالب ناقص نصف القطر الثاني أيضا أربعة لكن النصف القطر الداخلي هو المعادلة x تساوي y فأربعة ناقص y أيضا الأربعة مع الأربعة أحذفها طبعا هذه بطريقة الحلقات أحذف الأربعة مع الأربعة لأنها صفر y أس اثنان بعد ذلك ستة عشر مربع الأول ضعف الأول في الثاني تصبح موجب ثمانية y لأنه لدينا سالب في الخارج وناقص y أس اثنان ال y مع ال y أيضا تحذف أس اثنان يبقى تكامل ستة عشر زائد ثمانية y وهذا هو الناتج كان القسم الأخير دوران حول y يساوي أربعة سعيد استخدام طريقة الأصداف الأسطوانية بما أن محور الدوران هو جزء من التمثيل البياني الأسهل أن أستخدم الأصداف الأسطوانية أحتاج إلى نصف القطر والأرتفاع لكن تكامل أفق هذا وهي طريقة الأصداف الأسطوانية فإذن d y نصف القطر أو نبدأ بالأرتفاع الأرتفاع في هذه الحالة سيكون أفق ليس رأسي الأرتفاع هو المسافة من الدالة الأولى إلى الدالة الثانية نطلح الدالتين الدالة الأولى y ناقص الدالة الثانية والدالة الثانية هي أربعة ناقص y فتصبح y ناقص أربعة زائد y بتغيير الإشارات نصف القطر أربعة ناقص ال y دائما نصف القطر هو العدد أو محور الدوران ناقص ال x أو ناقص ال y أي أن يكون التكامل الناتج النهائي 16 باي على ثلاث